طيب لو تحدثنا عن الدور التركي في الشمال السوري يعني نشهد أخبار تتحدث عن افتتاح لمراكز طبية هناك لمدارس تعليمية الأطفال لو تحدثنا بشكل أكثر تفصيلي عن هذا الأمر يعني بكل صراحة الأمور المادية لا تحتاج إلى فكر ولا تحتاج يعني يفهمها الذكي وحتى الغبي وحتى المجنون في سوريا الحقيقة في المنطقة المحررة هناك نهضة في الجانب الصحي مثلا بنيت مشافي كبيرة جدا حقيقة في منطقة الراعي مشفى كبير جدا في مدينة الباب مشفى في مدينة جرابنس مشفى في مدينة مارع مشفى أقل ربما حجما في بلدة أخترين مستوصفات يعني أنا بلدة كيتروكمان بارح أحيي أهلها الثائرين جميعا من هنا الحقيقة ما كنا نحلم أن يكون عندنا سيارات إسعاف مثلا اليوم عندنا سيارات إسعاف الأتراك يعني أقموا تلك المستشفيات ونزودوها بتلك السيارات نعم الأتراك نعم زودوها بالسيارات أيضا يعني حقيقة كلية طب الآن فتحت في منطقة الراعي أو توبانبيغ وفي منطقة جرابنس فتحت جامعات تابعة لغازي عنتاد وهناك كما سمعت أيضا أنها ستفتح قريبا جابعة تابعة إلى ماردين وغيرها هناك تطورات علمية مع ذلك نحن يعني على الصعيد المادي الطرقات الآن بدأت ترصف الكهرباء أيضا يعني نحن في قريتنا وفي بلدتنا وفي البلدات المجاورة كما رأيت عيانا وأنا قدمت من سوريا منذ أربعة أيام أو ثلاثة أيام الكهرباء لا تنقطع عنا أربعة وعشرين ساعة بينما في مناطق النظام لا تأتي الكهرباء أكثر من ساعتين في الأربعة وعشرين ساعة بينما عندنا لا تقطع الكهرباء تقريبا تقريبا نهائيا يعني هذه أمور مهمة جدا لا يوجد لدينا ثم عليك شعوزنا من قطاع حضرتك وقالت ما كناش بنحلم أن نجد سيارات إسعاف لدينا في القرية هل وقت حكم بشر الأسد وقبل الأزمة لم تكن تتواجد تلك السيارات؟ إطلاقا حتى سيارات الدفاع المدني يعني مناطقنا مناطق فلاحين مناطق زراعة ومعرضة للحرائق الحمد لله يعني في أكترين التي هي مركز لأكثر من ستين قرية تقريبا موجود دفاع مدني موجود إطفائية في مدينة مارع التي تبعد كذا كيلو مترات عم أكترين قريبة أيضا فيها دفاع مدني وربما في أماكن أخرى أنا لا أعلم يعني كل المناطق لكن كونها موجودة إذا متواجدة في كل مكان سيارات إطفاء ودفاع مدني ومدربين حقيقة لا هناك تغيرات لكن نحن مع ذلك لنا ملاحظات يجب أن ننتبه على أن تكون هناك إدارة سياسية وخدمية للمناطق المحررة قيادة سياسية تقوم بعمل إنجازات يلتف حولها شعبنا وهذه هي التي تفاوض الحقيقة النظام الدولي في حل القضية السورية نحن ندعو الحقيقة إلى انتخابات حرة في المنطقة المحررة يفرز عنها يعني تنتج برلمانا ولو كان مؤقتا ولو في هذا الشريط الذي هو أكبر من حجم لبنان برلمانا ووزارة منتخبة وغير ذلك لنقول للعالم كله ها نحن الثوار قد نجحنا في بناء يعني في هذا الشريط استطعنا بناء حضارة استطعنا التطور التعليمي التطور الصحي ولا مانع بل شيء جيد أن يكون كل ذلك بالتعاون مع تركيا الشقيقة ومع الأشقاء العرب ومع من يريد من أصدقاء الشعب السوري أن يساعد في هذه العملية النهضوية فأهلا وسهلا نريد إنجازات أخرى على الأرض وإن شاء الله الأمور يعني هذه المطالبات تتم اشتركوا في القناة